يكتمع القادة الأفارقة غدا في القمة السنوية للاتحاد الإفريقي بهدف تسريع إقامة منطقة للتجارة الحرة على وقع تداعية الأزمة في أوكرانيا واستمرار حركات التمرد المسلح فقبل سلسة أعوام ووسطى موجة من التفاؤل أطلق قادة للتحاد رسميا اتفاقا للتجارة الحرة على مستوى القارة بعد 17 عاما من المفاوضات والمساومات لكن بينما يتوجه القادة إلى أديس أبابا مقر نعقاد القمة يفرض تنفيذ الاتفاق التاريخي نفسه على أجندة الاجتماعات موضوعات مهمة على طاولة المباحثات في القمة السنوية للاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثوبية أديس أبابا ولعل أهم الموضوعات التي تناقشها هذه القمة الأزمات الأمنية والغذائية المتفاقمة التي أججتها النزاعات المسلحة التي تشهدها القارة في منطقة الساحل في غرب أفريقيا وحتى القرن الأفريقي في الشرق بالإضافة إلى آثار موجات الجفاف والفيضانات التي تسببت في نزوح المزيد من سكان القارة من ديارهم فوفقا لإحصائيات الأم المتحدة ارتفع عدد نازح جنوب الصحراء الكبرى إلى أكثر من 15% خلال العام الماضي بالإضافة إلى أن 44 مليون شخص نزحوا في عام 2022 ارتفاعا من 38 مليون وثلاثمائة ألف في نهاية عام 2021 بالإضافة إلى الأزمات الأمنية تناقش قمة الاتحاد الأفريقي أزمة الجوع التي تفاقمت في عدة مناطق بالقارة بسبب الصراعات وظروف الجوية القاسية التي يربطها العلماء بتغير المناخ الناجم عن انبعاثات الوقود الأحفوري ولعل الصومال من أكثر الدول التي تعاني من أزمة الجوع إذ تقف على شفى المجاعة بعد احتجاب الأمطار عنها لخمسة مواسم متتالية حيث يعاني مئات الآلاف هناك من نقص كارثي في الموارد الغذائية القمة التي يشارك فيها الأمين العام للأم المتحدة أنطونيو جوتريش ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بجانب رؤساء الدول الخمس والخمسين الأعضاء في الاتحاد سيسعى فيها القادة الأفارقة للحصول على مقاعد دائمة للقارة في مجلس الأمن التابع للأم المتحدة وفي مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى ولعل من أهم الملفات أيضا التي تدريجها القمة على أجندتها مسألة تنفيذ كامل لمنطقة جديدة للتجارة الحرة في القارة الواعدة ترجمة نانسي قنقر